بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونصلي ونسلم على من علمه ربه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيمة وعلى آله وصحبه أجمعين العلم الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة هو محمد الطاهر بن عاشور وهو من أشهر فقهاء هذا العصري من مواليد القرن الثالث عشر الهجري وقد ربى ونشأ في تونس في قصر جده الوزير الأعظم محمد العزيز بوع التور وهو الذي رباه ووجهه حفظ القرآن الكريم صغيرا وحفظ الأجرومية وحفظ ابن عاشر وحفظ متونا كثيرا ولقي عناية كبيرة من شيوخه لأنهم رأوا فيه عبقرية خاصة وخاصة سالم بن أمر بوحاجب والشيخ أمر ابن الشيخ وغيرهم درس هذا العلامة الكبير دروسا شتى في الفقه والتفسير وفي العربية واللغة وفي البلاغة وفي علم الكلام وفي كل الفنون التي نالها وحصل فيها أقصى ما يمكن أن يحصل ونال الرتب العليا في الإفتاء وكان شيخا للإسلام وعالما يشار إليه بالبنان وهو شيخ الإسلام في تونس كما نعلم وأستاذ التفسير وأستاذ البلاغة وهو المفسر الذي لا يشق له غبار وهو أضو بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ثم هو قطب الإصلاح التعليمي حيث كان مصلحا لجامع الزيتون يوم أن كان شيخا له فكان يريد أن يصلح التعليم وأن يركض به ركظا إلى ما يرفعه وينفع به الأمة وقد اشتغل محمد طهر بن عشور بالفتوى وكان يدرس وكان يؤلف وكان يكتب ونجح نجاحا باهرا في تحصيله وفي تدريسه فكان يهتم بإحياء الدروس العربية ويركز على البلاغة اللغوية وكان ينظر إلى الإعجاز القرآني وكان يعالج بعض الدواوين الشعرية كديوان أبي تمام وحماسة أبي تمام وديوان المتنبي وغيرها من الدواوين وكان يجمع بين اللغة والذوق فكان عالما من الطراز العالي رفيع المقام له شأن كبير وإسهام أثير في كل ألوان المعرفة عين شيخا للزيتونة وعميدا لجامعتها وكان جم العلم غزير المعرفة متواضعا في خلقه وفي معاملته سريرته نقية من كل خاطر سيء وله همة طماحة إلى ما هو عال رفيع مع جد في العمل والتزام بالأمل ومحافظة على الفرائض وخلق فريد وطبع نبيل وعبقرية علمية ليس لها نظير فهو إذن يذكر بكل هذه المحاسن التي ذكرت عنه وكان رئيسا للمجلس الشرعي الأعلى للمالكية بتونس وكان عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية أفاض وأجاد وأفاد وكان مجتهدا في الفتوى وكان أشعري العقيدة وقد ناقش الزمخشري المؤتزلي في آرائه الاعتزالية ورد عليه بعمق من أهم تلامذته ولده الفاضل بن عاشور والشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله ومحمد الحبيب بالخوجة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي وللشيخ مؤلفات منها النظر الفسيح عندما ضايق الأنظار في الجامع الصحيح وكشف المغطى الموطأ ومقاصد الشريعة الإسلامية والوقف وآثاره في الشريعة الإسلامية وشرح دواوين النابغة وأبي تمام وموجز في البلاغة وأمالي على دلاء الإعجاز وموجز أيضا في أصول النظام الاجتماعي وغير ذلك من الكتب الكثيرة فقد كان عالما بارزا لا يشق له غبار في أي ميدان خاضه وخاصة في ميدان التفسير حيث ألف التحرير والتنوير الذي ليس له نظير وإلى فرصة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة